اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة متى وأين ولد الشاعر الجواب ولد في القرن التاسع عشر عام خمسة وستين وثمانمائة وألف للميلاد في بغداد السؤال الثاني أين كانت نشأته ودراسته الجواب نشأ ودرس في الكاظمية عزيز المشاهد عزيز الطالب الكاظمية مدينة تقع عند الجانب الغربي لدجلة تمتاز بكثرة بساتينها وتمتاز كذلك بوجود ضريح ضريح الإمام موسى الكاظم عليه السلام وضريح حفيده الإمام محمد الجواد عليه السلام وتمتاز كذلك بنزعتها الدينية والأدبية هذه النزعة الدينية والأدبية قد أثرت كثيرا في توجيه شاعرنا عبد المحسن الكاظمي وصقل موهبته السؤال الثالث متى ولماذا استهوته السياسة استهوته السياسة في مطلع شبابه هذا جواب متى لماذا لما رآه من تعسف الحاكمين فاضطهدته السلطة العثمانية وغادر العراق إلى مصر ولجأ إليها ومكث فيها حتى توفي سنة خمس وثلاثين وتسعمائة وألف للميلاد لاحظ هو ولد في القرن التاسع عشر وتوفي في القرن العشرين في مصر السؤال الرابع ما علاقته بمصر ورجالها الجواب اتصل بالشعراء والشخصيات الأدبية المعروفة في مصر رعاه الشيخ محمد عبده وخصص له راتبا شهرية بعد وفاة محمد عبده اشتدت به الفاقة الفاقة هي الحاجة فأعانه زعيم مصر آنذاك سعد زغلول السؤال الخامس اشتهر الكاظم بصفتين له ماصلة بشخصه وموهبته الشعرية فما هما أي ما الصفتان الجواب كان الكاظمي يمتلك ذاكرة قوية هذه هي الصفة الأولى كان يمتلك ذاكرة قوية مما جعله يحفظ الكثير من الشعر وقيل إنه حفظ ديوانا من الشعر في ليلتين الصفة الثانية كان يرتجل الشعر ارتجال في أي موضوع يرغب فيه أو يطلب منه ولذلك لقبه بشاعر البداهة والارتجال وهذا لقب أدبي عزيز الطالب ربما تسأل ما المقصود بالارتجال في الشعر الارتجال في الشعر هو أن يقول الشاعر بيتا أو بيتين أو أكثر حينما يطلب منه ذلك ولم يكن قد حضر سابقا لهذا الشعر هذا معنى الارتجال وقد اشتهر به شاعرنا عبد المحسن الكاظمي حتى قيل في خبر من الأخبار قد ارتجل خمسين بيتا في مرة من المرات ولكن من المؤكد أن الشعر المرتجل غالبا وليس دائما ما يمتاز بالركة والضعف السؤال السادس بأي غرض من أغراض الشعر اشتهر الكاظمي بأي غرض من أغراض الشعر اشتهر الكاظمي الجواب اشتهر بقصائد الحنين إلى الوطن كان يأسى ويحزن لواقع وطنه أن يخيم عليه الجهل والفقر دعا إلى العلم والتنور به قارئ ديوانه سيجد الأغراض التي ذكرناها هي الغالبة على ذلك الديوان وقد جمعت هذا الديوان ابنة الشاعر وهي رباب والديوان مطبوع عزيز الطالب بعد هذه الأسئلة ننتقل إلى تناول قصيدة الشاعر لنفسر ونوضح حتى تكون سهلة عليك في الحفظ لأنها من القصائد التي قرر المنهج أن تكون للحفظ والقصيدة هذه عزيز الطالب للحفظ وفيها يخاطب الشاعر نفسه وربما تسأل وما غرضها فأقول لك إن غرضها هو الحنين إلى العراق وسأسمعك القصيدة استمع إليها جواً أودى بقلبك أم وجيب غدات حدى بك الحادي الطروب بعدت عن الديار وصرت تدعو على البعد الديار ولا مجيب رحلت رحلت وأنت للعلياء صاد تحوم على الموارد أو تلوب وخلفت المنازل آنسات سروب الغيد يتبعها سروب تشق حشاك من كلف عليها وتأنف أن تشق لك الجيوب تشد الرحل من بلد لأخرى وما لمناك من بلد نصيب وفي مصر أراك وأنت لاهن وقلبك في العراق جواً يذوب دعي الأنفاس تصعد محرقات وخل الدمع من علق يصوب لقد بان الخليط فلا خليط وقد بعد الحبيب فلا حبيب عزيز الطالب هذه هي أبيات القصيدة بعد أن أسمعتك إياها سأعود لأوضحها لك بيتاً بيتاً وأشير إلى مفرداتها الصعبة وأترك ما أشار إليه الكتاب ولنستمع إلى البيت الأول يقول هذا البيت جواً أودى بقلبك أم وجيب غدا تحدى بك الحاد الطروب أودى بمعنى هلكة ولذلك قد نقرأ أحياناً أودى بحياته أو أودى به حادث أي أهلكه حادث وحدى فعل ماضي مضارعه يحدو بمعنى ساق الإبل وغنى ولذلك الحادي هو الذي يسوق الإبل يقودها في المقدمة ويغني لكي تأنس به القافلة كلها الجوى هو حرقة الحب وشدة الوجد وحرقة الفراق بعد أن اطلعنا على المفردات الصعبة ما معنى البيت يقول حرقة فراق أهلك وأحبابك كأنما أهلكت قلبك ويتساءل أهذا هو الذي أهلك القلب أم الوجيب وضربات القلب المتسارعة متى يكون هذا الهلاك غدا تحدى بك الحادي الطروب غدا تحدى بك الحادي الطروب يعني كأنما تعرض إلى ساعة فراق الروح لما حدى الحادي وقاد الضعن والقافلة وسرى بهما بعيدا عن الوطن والأحباب البيت الثاني بعدت عن الديار وصرت تدعو على البعد الديارة ولا مجيب بعدما سار الحادي بالقافلة أصبح بعيدا عن ديار أهله وأحبابه وكل محب حينما يغادر المكان الذي يحبه يتلفت إليه يناديه بلسانه أو بقلبه ولكن ثم تصمت فلا جواب لهذا النداء أما البيت الثالث رحلت وأنت للعلياء صاد تحوم على الموارد أو تلوب العلياء بمعنى العلا والمجد وتحوم تدور بحيرة وما زلنا نستعملها أحيانا في العامية نقول يحوم حول هذا الشيء أن يدور حوله ومعنى البيت رحلت عن ديار أهلك في أي حالة رحلت وأنت للمجد والعلا صاد فيك ضمأ تطلب ذلك المجد وكأنك كالطير الذي يحوم على موارد شرب الماء تحوم أنت على موارد المجد والعلياء ثم يأتي البيت الذي يليه فيقول فيه وخلفت المنازل آنسات سروب الغيد يتبعها سروب خلفت المنازل أي تركتها خلفك وهي مؤنسة آنسات جمع آنسة لما فيها من إيناس فهي مؤنسة وهذه المنازل فيها الغيد والغيد جمع غيداء وهي الحسناء فيها الغيد غيد بعد غيد هذه المنازل التي خلفتها خلفك لك فيها كل جميل كأن تحتوي على كل غيداء جميلة ثم ينتقل إلى البيت الآخر فيقول تشق حشاك من كلف عليها وتأنف أن تشق لك الجيوب لشدة حزنه ينفعل انفعالا شديدا ونحن نعرف وربما نرى هذه الظاهرة في مجتمعنا أحيانا من يتأثر تأثرا شديدا يشق ثيابه لكن الشعر لا يرضى بشق الثياب وإنما يشق حشاه أي أحشاءه فإن شق الثياب هي مسألة شكلية هي شكل هو يريد أن يشق روحه يريد أن يموت بسبب هذا الفراق الذي أجبر عليه في أن يفارق هذا الوطن العزيز تشق حشاك من كلف عليها الكلف هو الولع لشدة ولاعك تشق حشاك من كلف على هذه الديار وتأنف أن تكون كالآخرين في أن تشق لك الجيوب والثياب لأن انفعالك أكبر يتجاوز المظهر يتجاوز الثياب إلى أحشائك الداخلية تشد الرحل من بلد لأخرى وما لمناك من بلد نصيب الرحل هو ما يوضع فوق ظهر البعير ليقعد عليه الراكب ومنه الرحلة المدرسية لأن الطلبة يقعدون عليها إذن تشد الرحل إشارة إلى السفر من بلد لأخرى ولكن رغم يتنقلك من بلد إلى بلد آخر فما لمناك من بلد نصيب ما هنا نافية أي أنه ليس لمناك من بلد نزلت به نصيب وكأنما الشاعر قد دب اليأس إلى نفسه في أنه لم يحقق مناه المنا جمع ومفردها منية وهي الأمنية لكن الأمنية جمعها أمنيات أرجو أن تكون قد فهمت معنى البيت وفي مصر أراك وأنت لاهن هذه القصيدة هي القصيدة الثالثة للشاعر في مصر وفي مصر أراك وأنت لاهن جسده في مصر وربما يجتمع مع أصحابه من المصريين وغيرهم وتدور مجالس فيها الله وفيها كل طريف وظريف هناك الجسد لكن أين الروح وأين القلب ولاهن وفي مصر أراك وأنت لاهن هذا اسم فاعل من لها يلهو فهو لاهن كان يلهو في مصر ويستأنس وقلبك في العراق جوا يذوب إذا كان جسدك في مصر فإن روحك وقلبك تذوب جوا وحرقة وألما وهي في العراق دع الأنفاس تصعد محرقات وخل الدمع من علق يصوب دع أنفاسك التي تتنفسها كما يتنفس الآخر في شهيق وزفير لكنما لشدة فعالك وألمك إن أنفاسك كأنما هي نار تخرج من جوفك فدعها هذه الأنفاس تحرق وتكوي لأنك فارقت الوطن والأحباب وفارقت كل غال وعزيز في هذا الوطن وأما دمعك فيجب أن يكون لا كدموع الآخرين وإنما يجب أن يكون كالدم الذي فيه إشارة إلى شدة الانفعال ولذلك هو تعبير شائع نقول نبكي عليه دما لأن البكاء بالدمع قد يكون في حالة ليست شديدة لكن البكاء ويتحول الدمع إلى دم هذا علامة أو هذه علامة على الانفعال الشديد الدمع الذي كان يسكبه على خديه كان يريده أن يكون دمع البيت الأخير لقد بان الخليط فلا خليط بان بمعنى بعد وتفرقه بان الخليط أي بعد وتفرقه والخليط هو الذي يخالطك وينادمك فيكون لك نديما أي صديقا في جلساتك أي الصديق العزيز لقد بان الخليط بعد الصديق والعزيز والنديم يتلفت فلا يرى خليطا ولا صديقا وقد بعد أيضا الحبيب المقرب إلى القلب فلا حبيب لأن الصديق والحبيب قد هجر عنهما وتركهما في العراق ولذلك قال لقد بان الخليط فلا خليط وقد بعد الحبيب فلا حبيب بعد ذلك عزيز الطالب استمع إلى الأسئلة الآتية وأجوبتها السؤال الأول ما مضمون القصيدة ما مضمونها أي ما محتواها أي ما المعاني التي احتوتها مضمونها هو خطاب الذات الشاعرة لأن الشاعر يتكلم مع نفسه كل الضمائر التي تعود على المتكلم يقصد بها الشاعر نفسه إذن مضمونها هو خطاب الذات الشاعرة ومحاورتها غربتها أي أن الذات تحاور الغربت غربتها الروحية والجسدية المفروضة عليها وفي مضمونها كذلك نجد ذلك الشوق واللهفة لمعانقة الوطن السؤال الثاني بما امتازت القصيدة في أسلوبها أسلوب القصيدة الجواب هو أسلوب مباشر ومفردات بسيطة ربما يقال لك أين تجد هذا الأسلوب المباشر والمفردات البسيطة فتستطيع أن تستشهد بالبيت الأول أو بالبيت الثاني حسب طلب السؤال إذا طلب بيتا واحد استشهد بالأول وإذا طلب بيتين فلديك البيتان الأول والثاني وهذا ما أشار إليه المنهج في التعليق النقدي ويجب أن نلتزم بالتعليق النقدي وبالمنهج كله السؤال أو الأسلوب الذي فيها أيضا من مميزات أسلوبها بعد المباشرة والمفردات البسيطة روعة أسلوبها وجمال ديباجتها الديباجة هي النسج أي تكوين الجملة والكلام سبك الجملة فامتازت بروعة أسلوبها وجمال ديباجتها وسمو معانيها لها معاني سامية وابتعادها عن التزويق اللفظي التزويق اللفظي كالجناس والطباق والسجع الداخلي إلى آخره إلا ما جاء عفو الخاطر فيها بعض التزويقات اللفظية البسيطة جاءت عفو الخاطر وربما تسأل ما معنى عفو الخاطر أي جاءت بلا تكلف بلا تصنع وكأنها انسابت من قلب الشاعر سيابا طبيعيا إذن هي ابتعدت عن التزويق اللفظي إلا ما جاء عفو الخاطر وفيها دقة في اختيار العبارات ومسحة بدوية هذا هو أسلوبها السؤال الثالث أكتب بيتيني يجسدان المسحة البدوية أكثر من غيرهما من الأبيات في القصيدة مسحة بدوية كلها فيها مسحة بدوية القصيدة لكن أي الأبيات أكثر تجسيدا لهذه المسحة البدوية الجواب البيت الأول جواً أودى بقلبك أم وجيب غدا تحدى بك الحاد الطروب وربما تقول وأين المسحة البدوية الحاد الذي يقود الإبل يحدوها ويقودها ويسوقها ويغني أمام القافلة هذه لفظة فيها بداوة والبيت الآخر هو الذي فيه مسحة بدوية تشد الرحل من بلد لأخرى وما لمناك من بلد نصيب لاحظ تشد الرحل قلنا الرحل ما يوضع فوق ظهر البعير لكي يقعد عليه المسافر إذن هذه أيضاً لفظة تختص بالقوافل القوافل التي تشتهر بها البيئة البدوية السؤال الرابع ما شكل القصيدة البنائي؟ الجواب نحى فيها منحاً اتباعياً ربما تكون هذه العبارة غامضة عليك نحى يعني اتجهه والمنحة والاتجاه واتباعياً يعني تقليدياً أي اتجه فيها اتجاهاً تقليدياً من حيث الإيقاع يعني موسيقى الشعر ووزنه والقوافي محافظاً على نظام القصيدة القديم فهذه القصيدة بإيقاعها وقوافيها من الشعر العمودي وهو أقدم أنواع الشعر الذي نشأ في بيئتنا العربية إذ أن العرب مارسوه منذ الجاهلية حتى الآن وكذلك في شكلها نجد أن الشاعر أضفى على أبياته المتانة اللغوية بانتقاء المفردات المعبرة واستخدام بعض طرائق المجاز أي أنه لا يعبر بشكل تقريري وإنما يلجأ إلى المجاز التعبير المجازي أحياناً السؤال الخامس ما البيت الذي تراه أقرب من غيره في المعنى إلى هذا البيت؟ سأقرأ عليك بيتاً أريد منك أن تبحث عن بيت في القصيدة قريباً في معناه من هذا البيت الذي سأقرأه البيت هو لا تقولوا صد عنا وجفا عندكم روحي وعندي بدني أعيد لا تقولوا صد عنا وجفا عندكم روحي وعندي بدني انظر إلى أبيات القصيدة وابحث عن بيت تراه أقرب من غيره إلى هذا البيت أوجدت الجواب وفي مصر أراك وأنت لاهن وقلبك في العراق جواً يذوب لاحظ عندكم روحي وعندي بدني قريب جداً من قوله في مصر أراك الجسد في مصر لكن أين الروح والقلب؟ والقلب في العراق وفي مصر أراك وأنت لاهن وقلبك في العراق جواً يذوب وربما بعض الطلبة النابهين يقولون لماذا قال مصر وهي ممنوعة من الصرف يجب أن يقول مصر فأقول لك للضرورة الشعرية فمن ضرائر الشعر يجوز النصر فأين نون ما لا ينصرف الممنوع من الصرف ولذلك قال وفي مصر أراك ولو كان الكلام نثر لقال وفي مصر أراك أعزائي الطلبة بهذا ينتهي موضوع درسنا لهذا اليوم أرجو أن أكون قد وفقت في أن أوصل إليك المادة موضحاً وأرجو أن تكون مستوعبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى لقاء جديد إن شاء الله